احنا عندنا تعبير بنستخدمه دايما بنقول الحاجة دي بقت عزيزة في الحياة وإحنا لما بنقول الحاجة دي بقت عزيزة في الحياة مش بنقول ان هي على هامش الحياة ولا ان هي مش مهمة لكن بنقول ان احنا مشتقين ان هي تكتر في حياتنا ومن الحاجات العزيزة في حياتنا ومحتاجين جدا 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 ان هي تكتر في حياتنا الانصاف الانصف ده هو أحد معاملات الأمان في حياة الناس الانصف لو فقدناه بنفقد الاجتزان وبنفقد العدل وبينتشر في حياتنا الكبر وبنبقى عايشين كأننا عايشين لنفسنا والانصف ده هو اللي بيرفع منسوب الأنا والإيج والهوى ويخلي الناس مش شايفة حد ويحكم على الناس أحكام قصية مفهاش أي نوع من أنواع الرحمة ويعتبر أنه اللي بيعمله ده من حقه لكن ما يقدرش يقف عندي حق الناس الشخص اللي بيقدر يقف عند حقوق الناس ويرى أن حقوق الناس قبل حقه هو ده الإنسان المنصف هو ده الإنسان اللي تقدر تعيش في أمان معاه هو ده الإنسان اللي تقدر تحس أن أنت عايش مع حد إنسان بجد وعشان كده الإنصف دي صفة من صفات الكبار من صفات الحكماء الشخص المنصف ما بيخافش من إنصافه ما بيخافش أن الإنصاف ده ييجي عليه أو يسبب تكلفة عليه بيحس أن الإنصاف ده جزء من معنى الرجولة وجزء من معنى الإنسانية فيتمسك بيه ويخلي كل الناس يشوفوا قد إيه ربنا بيمد الناس وينفحهم بنفحات ما يقدرش حد يقدر ينفحهم بيها سواء أكتر حد كنت ممكن ترقيه منصف في حياتك هو الإنسان الكامل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده احنا بنتكلم النهاردة عن حضرة النبي المنصف